ومن الخليل ينضم إلينا الآن مرسلنا رائد شريف رائد في ساعات الماضية كانت هناك مسيرات وكان هناك قمع لكن لم يكن بهذه الحدة أليس كذلك رائد؟ نعم بالتأكيد مونة جيش الاحتلال الإسرائيلي استنفر جنوده في منطقة باب الزاوية وبدأ بإطلاق وابل كبير من القنابل الغزية والصوتية باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين الذين جاءوا هنا غاضبين محتجين على ورشة البحرين وكذلك على محاولة تمرير صفقة القرن جيش الاحتلال خلفنا مباشرة بالعشرات تمكن من إبعاد المتظاهرين الفلسطينيين قبل قليل من خلال القنابل الغزية التي أطلقها نحوهم بكثافة وبشكل كبير لكن ما زالت قوات الاحتلال تتمركز في منطقة باب الزاوية هذه المسيرة انطلقت من شارع وادي التفاح بعد كلمات وبعد مؤتمر صحفي تحدث به عدد من لجان المقاومة الشعبية وكذلك الفصائل الفلسطينية رافضين ومنددين لما يجري في البحرين وبعدها انطلقت المسيرة وأطلق عليها مسيرة المشاعل بعدها مباشرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان ينتظر هذه المسيرة حاول إبعادها من خلال إطلاق القنابل الغزية لكنها تقدمت وسرعان ما جاءت وحدة من حرص الحدود التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الجنود الإسرائيليين الذين حضروا إلى هذا المكان وبدأوا بإطلاق القنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين وحتى الأطقم الصحفية يمنع علينا طبعا الاقتراب أكثر من جنود الاحتلال خاصة وأنهم قاموا بتهديدنا وأطلقوا نحونا عددا من القنابل الغزية والصوتية لكي لا تنقل الصورة لكي لا تنقل عمليات القمع هنا في مدينة الخليل هذه ليست المسيرة الأولى في المدينة منذ يومين منطقة باب الزاوية حلحول شمال الخليل مدينة يطى إلى الجنوب من المدينة تشهد مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضا واحتجاجا على ورشة البحرين وكذلك على صفقة القرن بشكل عام لكن جنود الاحتلال في هذه المسيرة كانت طبعا عمليات القمع أكثر حدة واستخدموا عددا كبيرا من قنابل الغاز وما زالوا في هذا المكان في انتظار عودة الشباب الفلسطينيين خاصة وأن هذه المواجهات لم تنتهي إلا أن الشباب الفلسطينيين تراجعوا بسبب كثافة الغازات التي أطلقتها قوات الاحتلال نحوهم مباشرة الشارع مغلق تماما المحال التجارية مغلقة نعم طيب أشكرك سنكتفي بهذا القدر وسنتابع معك في نشرتنا اللاحقة شكرا جزيلا لك مرسل غد رائد الشريف من الخليل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك